شخص إذا ذهب إلى ورشة من الورش وصلح سيارته وأعطاه التأمين مبلغ أفترض التأمين أعطاه خمسة آلاف فصلحها بأربعة آلاف الزيادة له الزيادة له إلا في حالة واحد أن يكون هو قد اتفق مع الورشة ليتحايل على التأمين هذا لا يجوز هذا محرم قال للورشة اكتب لي خمسة آلاف أو اكتب لي ستة آلاف ويروح يأخذ من التأمين وهو غير صادق لأن أصل الفواتير أو التقييم يكون بسعر ثلاث آلاف مثلا أو بسعر أربعة آلاف فهنا يحصل الفرق